عايز أقول أعبر عن شعوري وإحنا فرصة الترنيم وده شعور بصدق ربما أصيغه بجملة بس أرجو تاخدوه على محمل جد يعني الرب دفانة في ليلة باردة ليلة باردة جداً طقس بارد جداً ونشكر رب لأجل كل اللي قدروا ييجوا الاجتماع شخصياً كنت متوقع أن الطقس ده هيعطل عدد كبير وقلت هيقعدوا في الدفا في البيوت للمشاهدة وأهلاً بكل اللي بيشاهدوا طبعاً مرحباً بيهم لكن اللي عنده الفرصة أنه ييجي ويحضر أعتقد بيلمس شيء خاص يعني رب رفعنا جداً في الترنيم مع أخونا الحبيب يوسف صمويل رفعنا جداً جداً واستحضر أمامنا كفاية المسيح والحياة الحلوة مع المسيح اللي ما فيش حاجة تعوضها إيه عوضي أحباً كنت بفكر مع آخر تانيما دلوقتي خارج عن المسيح في إيه؟ بعيد عنه إيه؟ مين يكفل احتياجات؟ مين يشجع النفس المنحنية؟ مين ياخد بأدين المنهار؟ مين اللي يدفع اللي بيواجه تحديات؟ عشان كده نشكر ربنا كتير لأجل اللي الرب ادهوله وهيدهوله كمان بعد خدمة الكلمة قبل ما نقرأ مع بعض الجزء اللي هندرسه أو نواصل بدينا آخر مرة أنا كنت بخدم فيها في دراسة هكملها أحب أقول بس نيابة عن اجتماع الحرية الاجتماع بيشارك الأخ الحبيب المرنم الغالي علينا سامح روبيل ألامه لانتقال والده ونشكر رب لأنه لينا رجاء عظيم وحتى النهاردة هندرس مع بعض عن الرجاء الحي الرب يعزي قلبه مع كل أفراد الأسرة سواء إخواته أو أخواته هنقرأ دلوقتي مع بعض وبعدها هنصلي تاني وننطلق في دراستنا بنعمة الله نحن بنلتقط بعض دروس من رسالة بطرس الأولى تحت عنوان تشجيع للمتألمين هذه الرسالة تتميز بين كل رسائل العهد الجديد رسائل العهد الجديد 21 رسالة تكون لب التعليم المسيحي إحنا عندنا أربع بشاير عندنا سفر تاريخي سفر الأعمال وبعد كده عندنا سفر نبوي اللي هو سفر اللي هي الرؤية 21 رسالة دية صميمة تعليم المسيحي ومهم أننا نعرف دي لأن فيه ناس ما بيطلعوش بره إراية أو دراسة الأناجيل بس لكن الحقيقة صلب التعليم موجود في الرسائل الرسالة اللي بتتميز بتشجيع مؤمنين متألمين والحديث تقريبا في كل أصحاح عن الألم رسالة بطرس الأولى هذه الرسالة اختار الرب لكتابتها شخص مناسب لهذا الأمر كعادة الرب روح القدس يختار الإناء المناسب للموضوع المناسب اختار الرب بطرس لسببين سبب الأول لأنه كلف بمأمورية هي أن يثبت إخواته الرب قال له بطرس أنت هتقع وفي الوعها دي هتعرف هششيتك ضعفك إنك مسكين بدون النعمة بس هقومك تاني أنا الشفيع اللي بقوم من اللي بيقعه ولما قومك أنا طلب منك طلب إيه هو سمعان سمعان هو هذا الشيطان قد طلبكم لكي يغرب لكم كالحنطة ولكني طلبته من أجلك نشكر رب نشكر رب أشكر رب يا كل مؤمن لأجل الشفيع اللي رفع إديه رئيس الكهنة اللي رفع إديه اللي مش بنقوله من فضلك أطلب لا هو عارف ضعفاتي وهو شايف الفخ اللي قبليس عامله وهو عارف محدوديتي ويروح رافع إديه طلبته من أجلك لكي لا يفنى نشكر رب ما فيش مؤمن حقيقي إيمانه هيروح بفضل شفاعة المسيح يعني لو ما كنتش يا بطرس طلبت من أجلك اعرف أنه في إنكارك لي كان يحصل إيه كان هيافنا إيه كان هيافنا إيمانه لكن أنا طلبته من أجلك لكي لا يفنى إيمانك بس أنا طلب منك طلب وبيطلبه مننا وأنت متى رجعت ثبت إخواتك يعني ثبت أهو بيثبت أهو في اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض بيثبت بيثبت مين المهتز أنا باعتقدش إن النهاردة حد من أولاد الله إلا وبيتعرض لضغوط أو ضيق أو نوع من الألم تقريبا يعني ما بيعديش أسبوع غير الواحد بيلتقي بأشخاص مضغوطين جدا وحينا بيلجأوا للقعاد معانا للصالة معا الأقل للصالة معاهم لأنه مين قال إنه كمان اللي بيخدموا ما عندهمش ألم وبيكتازوا في الألم وفي الضغوط فكلنا شركاء في الألم وكما تكسر ألم المسيح فينا فبالمسيح أيضا تكسر تعزياتنا كما تكسر ألم المسيح فينا في الكفة الثانية بالمسيح أيضا تكسره تعزيات إذا سمح بألم لازم يحط في الكفة الثانية إيه تعزيات مش كده بطرس ثبت إخواتك قال له حاضر يا رب طلبك غالي على عنايه اللي اتنين ورجع وابتدى يعمل إيه يثبت إخواته ده السبب الأولاني بيثبتهم فين في رسالته الأولى والتانية بيثبتهم إزاي الرسالة الأولى شافهم متألمين كانوا بيكتازوا في الطهاب عنيف في القرن الأول في ظل الدولة الرومانية القاسية ضد المسيحيين معظمهم كان بيتألم في المناطق اللي هم فيها فبيثبتهم وانشوف بيثبتهم إزاي بديت المرة اللي فاتت وكم المرات تثبيت المؤمنين المتألمين لكن في الرسالة الثانية بيثبت برده بس بيثبت مش للمتألمين لا لحاجة تاني بيثبت إزاء تعاليم خطيرة بتهز المؤمنين برده ففي الرسالة الأولى يقول لهم إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويسبتكم وإيه كمان يقويكم ويمكنكم أرجوك في كتابك احفظ العدد ده وتأمل فيه وفي كل مرة تهتز ادرسه وحول عنك إلى إله كل نعمة الله العظيم إلى كل نعمة وقل له اعمل معي الأربع حاجات دون الألم بيخليني ناقص شعر بعجزي أنت تكملني بطرس الأولى خمسة عشر ممكن نحطها قدامنا أنا أحطها كمقدمة وبعد كده أقرأ الأعداد اللي أنا عايز وإلى كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هيعمل أربع حاجات معاكم في مقابل الألم عمل فينا إيه واحد الألم بيعمل إيه الألم بيضعفنا وبيخلينا نشعر بعجزنا ونقصنا هو يكمل ويكمل كمان تعني لها معنى جميل في الأصل اليوناني كانت بتستخدم بمعنى طبي لما مفصل يتخلع الطبيب المختص أو المتخصص بيردوا لمكانه المفصل المخلوع يعمل وجع ويخلي الشخص عاجز عن إنه يحركه فيروح عمل في إيه يردوا فهنا بيقول الألم هيخليكم موجوعين ومش قادرين تتصرفوا هو هيعمل فيكم إيه هيردكم لمكانكم هو هيكملكم لكن الحاجة التانية إيه يسبتكم الألم بيهزنا بيهزنا بيخلينا مش عارفين نقف على رجلين التالتة إيه يقويكم إبليس بيزقر يقويكم أربعة يمكنكم عارفين التمكين يعني إيه زي ما تعمل وتد الخيمة في الصحرا وتعمل إيه وتمكنه أو الشجرة اللي جزرها كتيرة وتروح ممكنه أدي الكلام أن تنقادوا بضلال الأردياء ضلالات كتير أيوه وكل ما نقرب من مجيء المسيح تسمع أراء وأفكار وتعليم تربك المؤمن تربك المؤمنين احترسوا من أن تنقادوا بضلال الأردياء فتسقطوا من ثباتكم مش هتهلاكوا بس الرب عايزكم تكونوا إيه سبتين تسقطوا من ثباتكم طب نعمل إيه انموا في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح تعالوا نقرأ الأصح الأول من عدد نقرأ من أول آية بطرسوا الأولى واحد حبيت أعمل المقدمة دي عشان هاي يأزه لما نقرأ إحنا إحنا ماشيين فيهم بالزبط بطرسوا الأولى واحد من عدد واحد بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنتس وغلطية وكبادوكية وآسية وبيسينية ما لهم دول المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكسر لكم النعمة والسلام مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يثنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محرسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم ويأسمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار توجد للمتح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح ذلك وإن لم تروه تحبونه ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم من عدد 13 لذلك منطق أحقاء ذهنكم صاحب فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح كأولاد الطاعة لا تشكلوا شهواتكم السابقة في جهلتكم بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين في كل سيرة لأنه مكتوب كونوا قدسين لأني أنا قدوس وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محبا حسب عملي كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف عالمين أنكم أفتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الأباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وأعطاه مجدا حتى أن إيمانكم ورجاءكم هما فالله طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء فأحب بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد لأن كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كظهر عشب العشب يبس وظهره سقط وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها يا ربنا نشكرك من كل قلوبنا ونطلب أن تشرح لنا هذه الأمور بالروح القدس وتوصلها إلى الذهن وإلى القلب للحاضرين وللمشاهدين استخدم حقك الثمين اللي قلت عنه تعرفون الحق والحق يحرركم استخدموا لفائدة كل من يستمع وكل من يدرس وكل من يتابع نصق في شخصك لك كل المجل كيف شجع بطرس الإخوة أقسم الأصحاح إلى قسمين أو هو مقسوم قسمين قسم الأولاني هنحط له عنوان كلمة تشجيع القسم الثاني كلمة التشجيع من عدد واحد لاثناشر قسم الثاني من عدد تلتاشر لأخ الأصحاح كلمة تحريط كلمة تحريط المتألم يحتاج أولا يتشجع يتشجع بإيه اعرف الخلاص العظيم اللي المسيح جايبهولك وجابهولك وفي متناول إيدك وتمتع به ده جانب الجانب التاني مش بس أعرف وتمتع لكن كمان عيش الحياة في العالم الحياة اللي تمجد الله واللي تظهر إنك شخص من أولاد الله عشان كده الأصحاح ده مقسوم للقسمين دول من عدد واحد لاثناشر بيشجحهم بيشجحهم ازاي أنا بتصور كده بطرس بيكلم أخ متألم قدامه بيقول له يا بطرس أديك شايف الإضطهاد وأديك شايف الخسائر وأديك شايف خلينا أقول بلغة النهاردة أديك شايف إحنا في الأشغال حصل معنا إيه وأديك شايف الظلم وأديك شايف إنه بتبقى جيالي وبتروح لغيري أديك شايف يعني إزاي أكمل بس إزاي حاجة صعبة أكمل إزاي أمين في عملي منتظر تقدير منتظر ترقية وإز وإز بمعاملة عكس كده ييجي بطرس يمسكوا يقول له أنا هحول عينيك عن الحاجات داي أنت عارف اللي ليك إيه يا مؤمن عارف اللي ليك إيه ويروح مسيكله مجموعة بركات أنا اتكلمت فيها المرة الفاتت بس عايز أرجحها عشان أنهض بالتذكرة أذهانكم يقول له مجموعة بركات جميل إننا نفتكرة أتمنى إنه عدد 1 ل 12 يبقى من المقاطع اللي محفوظة لنا أول حاجة مش يبتدي في الزمان يبتدي في الأزل يقول له يقول للإخوة دول أنتم مختارين إمتى الله اختاركم في الأزل اختارنا يعني إيه يعني الله اختارنا لنكون في أسمى مكانة النهاردة العالم لا يعرفنا العالم ما يعرفناش مش شحن بيقول كده الآن نحن أولاد الله روح لحد يقول له أنا من أولاد الله هيقول لك إيه 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 اللي أنت بتقوله ده أنت يعني شخص يعني يعني أنت بتهزي أبسط حاجة إيه اللي بتقوله ده لكن لما نرجع وندرس الموضوع ده لتعزيتنا موضوع الاختيار يقول عنه بولس في رمية تمانية كلمات من أروع ما يكون كلنا حفظين ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله منفضلكم نكمل إحنا بنقف عن ده لا كمل اللي بعدها الذين هم مدعوون حسب قصده إيه قصده ده قصده ده يروح شرحه في سلسلة من خمس حلقات حلقة الأولى لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كسيرين والذين عينهم فهؤلاء دعاهم والذين دعاهم فهؤلاء بررهم والذين بررهم فهؤلاء مجدهم رغم أن إحنا موصلناش الماجد لكن في الخطة الخطة محطوطة من أول ما الله عرفنا اختارنا في الأزل لغاية لما يوصلنا فيهن في الماجد المتألم يعني تترفع لفوق تقل ألامه في الأرض أو تأثيرها على نفسه يا قل انتم مختارين انتم مختارين بمقتضع علم الله الآب السابق الله عرفكم دي شيء يعزي لما تقف قدام كلمة الذين سبق فعرفهم ماذا تعني أولا تعني سلطان الله في الاختيار لكن تعني حاجة تاني الله كان يعرفني ويعرف كل شيء عني وعن شخصيتي وعن تكويني يعرف من أنا من إمتى طبعا ما الله يعرف الكل لا اللي اللي اختارهم دول يعرف عنهم كل ما يخصهم من قبل ما يتوجدوا على الأرض ولذلك لا يوجد شيء يقابلنا يصادفنا صعب علينا على طاقتنا إلا وهو عارفوا لأنه عارفنا لكن يجي بعد كده يقول لهم تعالوا البركة انتم تمتعتوا به في عدد ثلاثة مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة عمل معنا إيه حل مشاكلنا طب ويعني الناس عايزة مشاكلها تتحل ويمكن حد فينا قاعد أو بيسمع أو شايف عايز مشاكلته تتحل الله عنده الأغلى والأهم والمشكلة طبق أرخص طبق أقل إيه الأغلى اللي عند الله يقول ولدنا ثانية عارفين ولدنا يعني إيه يعني الله ولدنا يعني أعطانا حياته ذات حيات الله في أولاده يعني أولاد الله في تعبيرين في الكتاب أولاد الله أبناء الله وإحنا الاتنين أولاد الله يعني المولودين منه اللي حياته بتسري فيهم أبناء مركزنا مركزنا البنوة تاخد كده معاها إننا عارفين مين أبونا ونقدر نكلمه كآب ونجيله وبروح التبني نقول له يا أبا الآب إحنا تولدنا من الله خدنا حيات الله يلا البركة يلا الفخر الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون أخي أختي زي ما الترنيمة اللي أخي يوسف قالها اللي عبر فيها عن اختبار أساف لما بنبقى برى الأخداث الأخداث إيه إننا ندرس الكتاب ونتلزز ونعيش في جو التسبيح الحلو ده لما بنطلع برها بنلاقي إيه غيرتوا من المتكبرين إذ رأيتوا سلامة الأشرار طبعا هسألك سؤال اللي أنت تعبان منهم دول وضغطين عليك دول من أولاد الله اسأل الله الأب وقل له أغلى من عليك في السبع مليار وشوية اللي على الأرض دلوقتي موضوع اهتمامك كنت بفكر النهاردة الصبح في أيتين محفوظين بس رب فكرني بيهم لتشجيعي آية فيهم عن العصفورة وآية عن شعرة الراس واللي اتنين قال عنهم المسيح أبوكم السماوي واخد باله منهم قلت ياه عالين هم إحنا إيه بس ده احنا أولاد الله عصفور لا يسقط إلى الأرض بدون أبيكم يعني الآب السماوي فاضي عشان كل عصفور هيقع يطلع له إذن أيوة واخد باله مش حكاية فاضي سلطانه طيب ماشي دي المخلوقات طيب وإنتم أما أنتم فشعور رؤوسكم جميعها محصاة لا فقط معدودة مرقمة أو مصنفة كما الكلمة تعني في الأصل بتاع مصنفة فلا تخاف أنتم أفضل من عصفير كثيرة دي من ناحية لكن من ناحية التانية حتى الصغيرة تحت سلطان بس إحنا عايزين نكون جوه الأخداس لكن البركة التالتة اللي حطها قدام الله ولدنا ثانية لرجاء حي هننكلم بعد كده في الجزء التاني بسرعة عن الرجاء في رجاء حي ما هو هذا الرجاء خلينا أقول من هو هذا الرجاء فالرجاء لم مجرد حقيقة الرجاء الحي هو شخص المسيح الذي قام من بين الأموات وهو الآن في السماء لأجلنا يقول بوليس لإخوة كولوسي يقول لهم من أجل الرجاء الموضوع لكم في السموات من ده المسيح هو رجاء أي وكمان هو جاي وده رجاء والرجاء ده يسميه رجاء حي مؤسس على شخص حي غلب الموت وقام وليه اسمين تانين تسميتين تانين في تسالونيك التانية يسميه يقول الله الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا جود هوب حاجة حلوة أحلى ما عنده بيديه تسالونيكي تيتوس اتنين يقول عن الرجاء منتظرين الرجاء المبارك بلسد هوب هنا رجاء حي سالونيكي التانية اتنين رجاء صالح جود هوب و تيتوس الرجاء المبارك بلسد هوب رجاء رجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموال بركة تانية لمراس لمراس لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السموات لأجلكم لكن يكمل أنتم الذين بقوة الله محرسون في كتير من أولاد الله الأحباء الحقيقة دي مش معروفة قدامهم عايزين يطمئنوا أنهم رحين السماء وعايزين يطمئنوا أنهم يمراس نفسهم حدي يطمنهم بس الحياة بيسمعوا تعالين بتقولهم وبيكونوا أولاد لله أن أنت ممكن يعني ما تضمنش الحكاية دي وللآخر وما تقدرش تتأكد أن خلاصك مضمون يرد هنا بطرس يقول إيه أنتم الذين بقوة الله محرسون بإيمان فيكم إيمان جواكم ومن من ناحية الله قوة الله بتعمل إيه بتحرسكم وفي رسالة يهوزة والقادر أن يحفظكم ده الموضوع متوقف عليه غير عسرين ويوقفكم أمان مجدهي بلا عيب في الجميلة قادر أن يحفظكم غير عسرين لغاية لما يوصلكم يوقفكم أمام مجده مفكمش عيبة تبدحنا العيوب مليان قال ما ده شغلته بقى أنه بيشتغل علينا هنا ولما ييجي وقت وصلنا فوق هنوصل ما فيناش إيه ما فيناش إيه أنتم الذين بقوة الله محرسون بإيمان بولي ستأمل في الموضوع ده في روميا 8 عارفين قال إيه شاف إنه فيه قوة بتحفظ المؤمن رغم إن فيه عوامل كتيرة بتحاول تحرم المؤمن من التمتع بمحبة الله فيقول إيه في روميا 8 يقول من سيفصلنا عن محبة المسيح فيه ولا ما فيش فيه ويذكر سبع حاجات بس لحظوا كلمة من ما قالش ما من سيفصل فيه واحد ورا الحاجات دي عايز يحرمنا من التمتع بالقوة وبالمحبة الإلهية من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سايف كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للزبح ولكننا ده العجيب في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي إيه أحبانا نخذ اللي بعدها بقى فإني متيقن أنه شايفين قوة الله المتاحة لأصغر مؤمن لموت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن إيه محبة الله التي في مين في المسيح يسوع ربنا نيجي من عدد 13 لذلك يا مؤمنين عرفتوا اللي ليكم مطلوب منكم بقى من كلمة التشجيع إلى كلمة التحرير لذلك ويذكر في الجزء ده مجموعة من الأشياء ألخصهم في خمس عنوين أشير إليهم بكل تركيز العنوان الأولاني يتعلق بالذه منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتبها إليكم عند استعلان يسوع المسيح يعني منطقوا أحقاء ذهنكم دول مؤمنين بمتألمين قال لهم أدي البركات والمشجعات اللي ليكم بس مطلوب منكم حاجة خدوا ملكم من ذهنكم المتألم في خطر على إيه ذهنه لإيه لأن المخاوف بترعبه الذهن الممنطق اللي كأنه فيه منطقة حواليه ده تشبيه أشرحه حالا الذهن الممنطق هو الذهن المتماسك الذهن القوي الذهن رابط الجأش الذهن غير المشتد استخدم تعبير منطقه عارفين المنطقة أول مرة تيجي في الكتاب فين في أكلة الفصح قال لهم وهكذا تأكلونه أحقاءكم ليه لأنهم كانوا بيلبسوا سياب طويلة وإنتوا هتأكلوا ومطلعين بسرعة من نصر فما ينفعش وإنتوا طالعين تتشاكلوا عشان كده كل واحد يرفع جلبيته ويعمل إيه ويحزم نفسه علشان تبقى الحركة أسر يجي الرب يسوع له المجد في العهد الجديد لما تكلم عن قرب مجيئه استخدم وقال إيه من لتكن أحقاءكم ممنطقة يعني إيه خليكم ردي ما تقول أنا مش قادة لا منطق حقويق تشدت بطرس هنا يقول منطق إيه ودي مهمة قوي شروط الفكر نعاني كثيرا في عصرنا من مشتتات الزهر وهذا يؤثر على الحياة الروحية أيما تأثيري يا أحباء عشان كده أقول لنفسي وأقول لإخواتي خلينا نراجع نفسنا طوال اليوم هل أنا بحصر ذهني لما يكون عندي وقت فاضي بعيد عن عملي بوجه ذهني لما يشجعني ويعزيني في الرب أم أترك ذهني يتجه حيثما يتجه قالوا أن الزهن تعبر في في الشخص البالغ ما لا يقل عن مية وخمسين فكرة في الأربعة وعشرين ساعة هذه الأفكار من الممكن أن تكون معظمها سلبية تتعب النفس جدا ومن الممكن لمن يتحكم فيها أن يجعلها أفكار إيجابية أكتر ناس عندهم مادة تشغل المطور ده وتخليه إيجابي ترمي غلى بدل ما يبقى المطور ده شغال على تيب هم هم مين إحنا عندنا مادة لو ما عندناش عندنا الأخ الحبيب يوسف قال دلوقتي جلستنا جماعة مع مين وعن إيه وقدام إيه الموبايلات الساعات اللي بتعدي فيها على إيه بنتبع إيه بنشوف إيه منطقه منطقه أحقاقة زهنكم أربط زهنك مش هينفع كمؤمن تواجه حياة كلها تحديات وإنت زهنك إيه سيب وأي خبر يزعجك وأي حاجة تقراها على الفيسبوك تروح نقلها لغيرك وأي شير على الواتساب إيه ده إيه ده منطقه أحقاقة إيه زهنكم بمناسبة الزهن فيه ثلاث تدريبات المؤمن مطالب أن يعملهم لزهنه إن جاز أقول يوميا أو أكتر من مرة يوميا تدريب الأولاني روميا 12 تجديد جدة زهنه كيف أجدده جدده باستمرار من الأتربة اللي جاية عليك من عبور يوم في العالم أتربة اللي بتنزل هنا في الزهن مناظر ما سمعناه كلام مع الناس جدد زهنك جدده بالكلمة جدده بالكتب الروحية جدده بسماع الخدمات حاجة تانية منطق زهنك بطرس اضبط أفكارك الأمر الثالث نقي زهنك يقول عنه بطرس انهض بالتذكرة أيها الأخوة أزهانكم اللي النقية كليا نقية ما أكثر ما يلوس الزه في هذه الأيام محتاجين ناخد بالنا قوي 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 وما بقتش بس للصغير بقت الصغير كمان ومين ولكبير منطق وأحقاء بهنكم صحي صحي بطرس أسلعانة من حكاية النوم عشان كده هتلاقوه في الرسالة دي بيكلم أكتر من مرة عن الصح ودي أول مرة ويختم الرسالة اصحوا أصهروا لأن إبليس ما هو جرب نام على جبل التجلي فلما قام ما قالش كلام صح جيد يا رب أن نكون هاهنا فلنصنع ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة ولي إليه واحدة حضرتك في الأول بس برضو موسى وإليه على طول اختفى موسى وإليه وهذا هو ابن الحبيب له وحده إيه اللي ينام المؤمن اللي ينام يلخبط في كلامه ما يخدش باله بيقول لكن مرة تاني مش بس في الكلام مرة تاني نام في بستان جسيمان رغم أن الرب يسوع قال كتير اصهروا أما قدرتم أن تصهروا معي ساعة واحدة الحياة قريت كلمة على الآية دي أصرت فيها وكلمت كلمت ضميري أنا كمان الكاتب بيقول المسيح عاتب تلاميذ سوى أنهم ما قدروا أن يصهروا معه أي يصلوا معه ساعة واحدة وربما يعاتب معظم المؤمنين الآن أنهم لا يمكنهم أن يقضوا وقتاً في الصلاة إلا دقائق لا تعد ساعة لا فين ساعة لو ساعة كان يبحل المؤمنين مختلف تماماً خلينا من ننساش الحكاية دي نام بطرس ولما نام جت هجمة الشيطان وقام عمل إيه تصرف غلط اللي ينام يتكلم غلط واللي ينام تصرف غلط لكن الصحي واخد باله من الحكتين حشك كده منطقه أحقاء ذهنكم إيه صحي فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح لما نكون ذهننا غير مشتت ككلام إشعياء ذو الرأي الممكن تحفظه سالماً سالماً لأنه عليك متوكل وعندما نكون في حالة صح يمكننا أن نضع رجاءنا ألقوا جميلة العبارة دي بطرس يستخدم كلمة ألقوا رغم أنها بمعاني مختلفة لكن يستخدم كلمة ألقوا في عدة مواقع في رسالته الأولى ألقوا رجاءكم يعني ألقوا رجاءكم ضعوا كل انتظاركم بلغة بسيطة ما تستناش من الناس حاجة التوقعات فض إيدك من الناس وقول للرب والآن ماذا انتظرت يا رب رجائي فيك هو يرد عليك بولس في رمية 15 يقول لك انت عارف الإله ده الإله ده اللي انت وضعت رجائك فيه اسمه إيه اسمه إيه رمية 15 يقول وليملأكم إله الرجاء ده تخصصه يشيل الفشل ويحط بدله إيه رجاء ليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزداد في الرجاء بقوة الروح القدس ده إله الرجاء الذي لا يخزينا أبدا بس بيعلمنا ان احنا ننتظره باستمرار ألقوا رجاءكم على النعمة لسه فيه نعمة جاية انتو أخدتوا نعمة في الماضي لكن فيه نعمة إيه جاية يؤتبها إليكم إمتى عند استعلان عند ظهور المسيح ومعه المؤمنين يظهروا في مجد يقول كده متى جاء ليتمجد في قدسي ويتعجب منه في جميع المؤمنين تاني كلمة كأولاد الطاعة زين ممنطق لكن توجه للطاعة يعني كأولاد الطاعة هنا مش بيقولهم أطيعوا لكن خدوا بالكم بيوصفنا إحنا اسمنا النهاردة كما قول إحنا أولاد الله الحقيقيين اسمنا أولاد الطاعة وكان اسمنا قبل ما النعمة تفتقدنا كان اسمنا إيه أبناء المعصية أفاسوس 2 أبناء المعصية تصرفنا بينهم أبناء المعصية كالباقية أبناء معصية لكن الله غيرنا حط فينا توجه جديد هو توجه إيه الطاعة لما نرجع لأول الأصحاح عايزين نحط العدد ده اتنين من فضلك في عدد اتنين يقول كده المختارين بمقتضى علم الله القاب السابق في تقديس الروح لإيه للطاعة الكلمة دي عايزين نرجع لها ونقف عندها يعني إيه الروح قدسنا للطاعة يعني تحمل معناية يعني لما نعمة الله افتقدتنا ده ما كانش مننا كان نروح القدس بيجاهد 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 معنا لغاية لما ها قطعنا فصلنا عن العالم وحط فينا طبيعة الطاعة لكن مش بس نطيع الله لكن أكتر من كده ده بيسميها إيه طاعة يسوع المسيح يعني إيه طاعة يسوع يعني نحب نطيع زي ما يسوع لما كان على الأرض كان يحب إيه 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 الفرق الفرق إن فيه أحيانا طاعة لبعض المؤمنين غصب طاعة خوف حاضر يا رب مضطرة طيع هعمل إيه ما أنا لو ما قطعتكش يعني مش هتستجيب صلاة لا مش دي الطاعة الطاعة أن أفعل مشيئتك يا إلهي إيه سوري الطاعة وصياه ليست إيه طلباتك على العناية الاتنين يا رب دي مش شطارة لكن التوجه موجود فينا اتزارع فينا أنا بأعتقد كل واحد مولود من الله وعنده حياته الله فيه لو عمل امتحان لنفسه يجد أنه بيحب يطيع الله راحته أنه يطيع الله ويقول للرب كده علمني أن أعمل إيه رضاك لأنك أنت إيه فإحنا اسمنا أولاد الطاعة بس مطلوب مننا حاج لا تشكلوا شهواتكم السابقة في جهالاتكم آه في شهوات كانت في أيام الجهالة طب والشهوات دي ما خلصنا منها لا يا ريت لا ما خلصناش منها يقول في أصاح اتنين أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب لإيه النفس كل أنواع الشهوات المحيطة تحارب المؤمن وبشدة هنا بطرس يقول لنا خدوا بالكم أنتوا بقي صنفكم مختلف قبل كده كان المناخ الطبيعي بتاعكم الشهوات النهاردة بقيت بالنسبة لكم شيء إيه شيء غريب قريت زمان حاجة قصرت بيها قوي أنه يوجد في سويسرا نوع من الظهور وهذه الظهور لونها أبيض والغريب جدا أنها موجودة بجوار أو بتنبت على حفة جبل أحيانا يكسروا منه أحجار وتطلع أتربة والأتربة دي طبيعي توصل لغاية فوق ومفروض تنزل على الورد ده بتعمل إيه وتغطي تخلي لونه بدل ما أبيض يبقى رمادي حد بيزور المنطقة دي ليه الورد زي ما هو أبيض بسأل اللي بيوريه له الجايد ده قال له شرح لي طراب عمال يطلع نتيجة المحجر اللي تحت والورد قاعدة بيضة إزاي قال له الورد دي بتفرز مادة لازجة أي طراب هيجي يلتصق بيها بيعمل إيه بيروح واقع على طول فتفضل بيضة على طول تكتب وقال إن المؤمنين في داخلهم الروح القدس الذي يمكنهم إنه كل طراب من العالم بس لو لو أخد لو مديني روح القدس مجاله في حياتنا مش حزنينه يبقى كل طراب ييجي خلال اليوم يقع ينزل لا تشكلوا شهواتكم السابقة في جهلتكم كلمة التالتة بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين في كل في كل سيرة آية جوهرية آية جوهرية آية كده من بتلمع في الأصحاح ده شعار يضعوا بطرس أمام إخواته رغم إنهم ما في قلم تقولي هو المتقلم محتاج تمام محتاج يا رساء آه صحيح بس محتاج برضو تحريد إنه عيش حياة إيه قد أسل إنه حتى في وسط الألم لو انحنت نفسه أقرب شئ بيجيله بالشيطان هو النجاس يقول له خلاص هتعمل إيه نظير القدوس كونوا قدسين ما عايز أقف قدام الكلمتين دون بتركيز الله قدوس ماذا تعني كونوا قدسين ماذا تعني ما معنى الله قدوس يعني قدوس يعني تعالوا نشوف أول مرة جات في الكتاب الله القدوس خروج خمستاشر من مثلك معتزا في القداسة مخوفا في التسابيع الله قدوس بمعنى الله متفرد عن كل خلائقه في طبيعته الفكرة هنا إنه عايز يقول أنتو هات الله المتفرد بيقول لكم خليكم أنتو مزاي البقيين هو متفرد يبقى أنتو كمان لازم تكونوا متفردين هو غير أنتو كمان مفروض تكونوا غير لأن إحنا دائما بنسمع كلمة منزاي لا أنت مزاي أضعف أصير قهد الناس ده ده لما ضعف ده لما ضعف لما خصل شعره لما سر قوته راح الله قدوس معناه أيه كمان عيناك أطهر أطهر من أن تنظر الشر الله قدوس يعني شعياء شافه في قدسته قدوس 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 هو الذي لا يتعامل مع أي أو أثر للنجاس نظير القدوس يال المثال العظيم الذي دعاكم كونوا إيه يمكن حد يفتكر كونوا قدسين يعني يعني اطهروا من كل أثر أو ميل للخط إلا كلمة قديس تعني مخصص مفرز وكأنه عايز يقول هنا فكرة أنتو صنف مختلف عن اللي في العالم أنتو تنفصلوا عن اللي في العالم دول الله القداسة هي الافتراز للرب عن كل ما هو آخر رب زمان قال موسى تصنعون لي مقدسا لأسكن في وسط يعني ما كان مخصص لي والمؤمنين دول بيخصصوا لمين يخصصوا للرب كونوا قدسين في كل إيه في كل السيرة إيه دوافع لحياة القداسة يا إخوة نفتكرهم كده شجع بعض بيهم ليه أعيش حياة قداسة ليه أعيش حياة القداسة الحقيقة أولا الله قدوس يعني الله قدوس يعني الآب القدوس في يحنى 17 الرب يسوح خطب وقال له أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك والابن القدوس يقول في رؤية ثلاثة هذا يقوله لملك كنيسة فلادلفيا الأمنة هذا يقوله القدوس الحق والروح اللي ساكن فينا ما له اسمه القدوس يعني من الآخر هنتعامل مع الله في أقانيمه التلاتة ما ينفعش نتعامل وفيه في حياتنا حاجة بعيدة عن القدوس لكن فيه حاجة تاني ليه أحبائي ليه نعيش حياة القدوس لو فكرنا في أنه لا شركة مع الله بدون قدوس مش كده هو علشان نبقى جنبه ونتلزز به عارفين يقول إيه الرسول يحن إن قلنا إننا لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة بنبقى بنعمل إيه بنجذب ولسنا نعمل إيه حق كاتب مزمور 66 بيدينا اختبار جميل بيقول بيقول لنا إن رعيته إسماً في قلبي لا استمع للرب أحب نرجع نفسنا أحبائي العين بتشوف إيه الودن بتسمع إيه بنقرأ إيه بنقول إيه لا يستمع ليه الرب ولكن قد سمع رب لأنه أخذ باله الكاتب وقال ولكن الآن قد سمع ليه الرب ليه لأنه أنا فحصت نفسي ولم أحتفظ في داخلي بإيه بإس لكن أمر آخر لماذا نعيش حياة القداسة لأننا اشترينا بثمن كورونسوس الأولى ستة بيحرد عن القداسة قداسة الجسد بالذات وبيقول لنا اهربوا من الزنة فهناك يقول إيه ألستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لستم لأنفسكم أنتم قد اشتريتم تمن غالي قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله لكن دفع آخر لماذا نعيش حياة القداسة لأن إرادة الله لنا هي القداسة أكتر سؤال بيتسئل من المؤمنين عايزة أعرف إرادة ربنا أمين بس خد بالك الإرادة العامة في حاجات كده محددة في الكتاب إرادة الله العامة لأولاده تسالونيكي الأولى أربعة هذه هي إرادة الله قداستكم أنتم تنعوا عن كل زنة إرادة الله هي حياة القداسة لكن أقول دفع أخير كمان اللي نفسه أنه الرب يستخدمه الله لا يستخدم إلا أواني تحب القداسة وتحيا حياة القداسة يقول في تيموسوس التانية انطهر أحد نفسه من هذه يكون إناءا للكرامة لازم تطهير انفصال مقدسا نافعا للسيد مستعدا لكل عمل الله يمسك الأواني المقدسة لكن أنتقل بسرعة للربعة دفع دفع عظيم لكل الكلام السابق عدد 18 عالمين أنكم أفتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب إيه دي التقدير للدم اللي سفق تقدير لعمل المسيح الحقيقة أحيانا بناخد الموضوع ده بدون التقدير الكافي ليه الرب لما رسم العشاء الرباني كان واحدة من أهداف وإيه اصنعوا هذا لإيه ونعرف سفر الأعمال إنه العادة كانت لدى الكنيسة هي وفي أول الأسبوع إذ كانت تلاميذ مجتمعين ليكسروا إيه واحدة من فوائد هذا إنها ترسم أمامنا باستمرار فداء المسيح الدم اللي سفق قيمة عمله التمن اللي تكلفه بارح كنا في الاجتماع مجغولين برؤية واحد ورؤية خمسة رؤية واحد الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه مين يقف قدام الكلمات دي صامت غسلنا طهرنا حلنا من خطيانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهن رؤية خمسة أنت مستحق أن تأخذ السف وتفتح ختومه ليه زبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأم وجعلتنا ملوكا وكهن بطرس بيقول أنا عايز الحقيقة دي تعمل تدخل هنا عالمين عالمين ترسخ هنا ده يكيف حياتكم خليكم تعيشوا صح عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفض أو ذهب من سيرتكم الباطلة وقفة عند دي مش بس فدانا من خطيانا لكن يعني سيرة باطلة يعني حياة فضية حياة قبل المسيح حياة خواء باطل الأباطيل الكل ما لايش إيمان الإيمان الحقيقية في الحياة مع المسيح الإيمان الحقيقية في معرفة عمله الإيمان الحقيقية في التكريس ليه الإيمان الحقيقية في حياة القداسة اللي ترضي الله هي دي القيم ودي القيم الأبدية اللي هتكون معانا في الأبدية بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم الخمسة شفنا أولاً الزهن الممنطق شفنا ثانياً توجه الطاعة شفنا ثالثاً حياة القداسة شفنا رابعاً التقدير للفداء خامساً الطاعة للكلمة التي تطهرنا عدد 22 طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح يعني إيه وهختم بديه إحنا بنسمع وبنقرأ نسمع بعضات كتير شكر رب وبنقرأ جميل ده امتياز عظيم بس فيه كلمة مهمة هنا بيقولها بطرس الحق ده الحق مثلا الحق اللي سمعنا النهاردة هل الروح الكدس عمل كده كليك على كام حاجة عشان ما تروح تصلي فيه وتقول له رب انت كلمت دي فودي ودي ودي أشكرك من ناحية شجعتني ومن ناحية تانية نبهتني فساعدنا رب طهروا نفوسكم في طاعة الحق بإيه بالروح تكون النتيجة فأحب بعضكم بعضا بس إيه بقى مش مجمالات ولا رياء ده جو ده جو العالم كله كده لكن انتوا بقى في الجو الحلو ده من قلب طاهر بإيه شدة دي دي داخل الأقدس دي الأجواء السماوية اللي الرب بيضعنا فيها ده المستوى الجميل اللي الرب يريدنا أن نكون فيه ربي استخدم كلمته يا حبائي لفيدتنا تثبتنا من ناحية ودفعنا لسلوك يمجده له كل المجد